بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درس هذا اليوم معرفة الموالي من الرواه والعلماء ونبدأ بتعريف المولى المولى لغة من الأضداد فيطلق على المالك وعلى العبد وعلى المعتق وعلى المعتق أما اصطلاحا فهو الشخص المحالف أو المعتق أو الذي أسلم على يد غيره فوائد معرفة الموالي من الرواه الأمن من اللبس ومعرفة المنسوب إلى القبيلة نسبا أو ولاء ومن ثم ليتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عن من يشاركه في اسمه من تلك القبيلة نسبا الموالي بناء على التعريف المذكور أعلى ثلاثة أنواع النوع النوع الأول مولى الحلف مثل الإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي فهو أصبحي صليبة تيمي بولاء الحلف وذلك لأن قومه أصبح موالي لتيم قريش بالحلف النوع الثاني مولى العتاقة مثل أبي البختري الطائي التابعي واسمه سعيد بن فيروز وهو مولى طي لأن سيده كان من طي فأعتقه النوع الثالث مولى الإسلام ومثال ذلك محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي لأن جده المغيرة كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان ابن أخنس الجعفي فنسب إليه من أشهر المصنفات في معرفة الموالي كتاب مصنف لأبي عمر الكندي بالنسبة إلى المصريين فقط هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم